كولتر 2 كود المادة 1-2-0-5 يونت 6 آخر يونت في الكتاب This is me عبير عمر عطي Hello all يونت 6 استكمالاً للي عملناه في يونت 5 احنا وصلنا للكو إجزيستنس ما بين الأنجلو ساكسنز والدينز اللي هم من الفايكينز فاليونت دي بتبين تأثير اللي اتنين على بعض وجود اللي اتنين مع بعض عمل ايه on the British Isles the Anglo-Saxon Viking Age زي ما حضراتكو شايفين يمكن الحاجة الملفتة للنظر في الإلستريشن دي عندي في وجه للعملة الفارس والوجه الآخر عندي the cross احنا كنا انتهينا ان King Alfred the Great who was a Christian force them to convert to Christianity in order to live in peace وهم وفقوا واعتنقوا المسيحية فعلا الدور ده كان دور فعال جدا لأن كان من ذكاءه قالك احنا مش عايزينهم يلتفوا تحت قيادة واحدة لأن هم هيبقوا مرفضيني ولكن فلنجعل الدين هو اللواء اللي احنا نلتف تحته ونتآخى تحته لواء الدين والدين ممكن انه يجمع الاشتات يعني اول نقطة هنبتدي نتكلم عليها economy موضوع الاقتصاد لأن احنا كنا قلنا في المحاضرة السابقة ان بدأت تظهر العملة قبل كده كانوا بيعملوا kind of trading مقايدة اديني ده وخده لكن وجود العملة معناها ان فيه اشياء هتبتدي تباع وفقا لنظام معين هو ما ظهرتش على انها تبقى coin مرة واحدة ولكن ابتدت باننا نعمل اوزان من المعدن المختلفة طبعا المعدن النفيس هيبقى اغلى يعني الgold اكيد غير التن الوزن نفسه بيفرق يعني the value of the metal قيمته وزنه وكمان purity درجة نقاءه يعني انا ممكن يبقى معايا قطعة معدنية مليئة بالشوائب ولكن فيه قطعة اخرى ما فيها الشوائب كتيرة برضو دي بتفرق كان دي الطريقة اللي بيتعاملوا بيها على انها الcoin وكان التريدرز بيحملوا معاهم small scales او موازين صغيرة بحيث ان هي زي بتوع الدهب كده شوية ويبتدوا يوزنوا علشان يبقى فيه نوع من التمن او العدالة يعني ده كان النظام الاقتصادي اللي ابتدوا بيه قبل ما يبتدوا يسكوا عملة بنفسهم العملة زي ما قولنا في المحاضرة السابقة ظهرت مع الفايكينج لما جم وقالوا احنا دي جايبينها من خلال التريدينج بتاعنا مع الاسلاميك ويرلد زي ما حضراتكم شايفين دي كتلة معدنية من المعدن لها سمك بس عملوا ختم كده من فوق علشان يديها الشكل اللي هم عايزين يتعاملوا بيها ولكن دي على حسب وزنها على حسب نوع المعدن اللي هي معمولة منه على حسب درجة البيوريتي بتاعتها نقاة هي بتبان امتها النظام الاقتصادي اللي أنا لسه شرحا دلوقتي ده اسمه the bullion economy البوليون economy بيعتمد على الويت والبيوريتي بتاعت اي متل وكان حتى كسر المعدن كأنه فكة فكان برضو بيدخل كوحدة وزن هل المعدن كان ده دوره بس في حياتهم لا المعدن كان رمز لل power رمز لل wealth الثراء كان من المعدن يعني اللي شايل صيف من معدن معين مرصع بأحجار معينة ده لازم هيكون يعني lord اللي أقل منه في الردبة هيبقى معدن أقل وزين أقل فيه فالمعدن حتى كحلي كانت بالدل على wealth والpower ففي مقبرة ممكن نلاقي حلي كتير مع المتوفى يبقى ده المفروض aristocratic حلي معقولة أو عادية شوية ده هيبقى middle class ما فيش حلي في مجرد برش خشب أو من العظم أو من animal bones هيبقى ده فقير جدا إيه هي الدينجلد لما احنا ليها في المحاضرة السابقة لما قلنا إن لما الدينز كانوا بيهجموا في صورة trades يجوا يهجموا على السواحل الشرقية علشان خاطر to gain any loot اللي هي غنائم ياخدوا أي غنائم ويجروا الناس اللي كانت موجودة اللي هي الملوك الضعاف من الانجلو ساكسنز كانوا عشان ما يخوتوش دماغهم ويحربوا ويتعبوا وكده وهم بقى خلاص أنتخوا وجايبين الأرض وبيزرعوا والناس بتشتغل عندهم فمفيش عندهم أي نوع من الطموح فبالتالي قاعدين لا احنا نديهم شوية فلوس عشان يبعدوا دي كان اسمها ذا دين جلد ضريبة كأننا بدفعها بس تحت المسمة اللي يبدو محترم to make peace making peace فالضريبة دي بيدفعها اللي على الأرض للمغير علشان يقوله من فضلك سبني في سلام فهي مش ضريبة بتنمي البلد أو بتنمي الشعب لا هي ضريبة بتدفع للغزاء علشان يتركوا الأرض في حالها الفايكينجز بيتقال عليهم إن هم جم يقلدوا الثقافات الأخرى اللي احتكوا بيها وده كان بين وعلى فكرة مش عيب التقليد ده معناه إن أنا شفت استحسان شفته وجاي أطبأ فالفايكينجز من تعاملهم مع الإسلاميك ويرد وتعرفهم على الكوينز قرروا إن هم يقلدوها على البرتش آيلز ويعملوا كوينز خاصة بيهم هم زي ما قلنا في أول المحاضرة دي والإلستريشن كانت بينا شكل العملة وجهين وجه علي رمز ديني الدين المسيحي والوجه الآخر عليه قائد فاهتموا فعلا بإن عند صدق العملة يبينوا إن اللي موحدهم على هذه الأرض هو الدين في رابط مهم جدا ورموز كتير جدا من الديانة المسيحية كانت بتظهر على وجه من العملة والوجه الآخر ممكن يبقى أحد الشخصيات الأنجلو ساكسون أو الدينش دي بعض العبارات اللي ممكن تبقى موجودة على الكوينز بعض التصميمات الدينية اللي بتبين روح الدين على الكوين طيب أخبار المجتمع أو شكل المجتمع مع الفايكينز كان عامل إزاي الغريب إن المرأة كانت بتقدر تقدير كبير جدا 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 دور المرأة كان بيبان إن هي عمود البيت الفايكينز لما جم هم جايين للاستقرار وبالتالي اللي هم بنقول عليهم الدينز جايين للاستقرار فما جم جم بأسارهم كاملة بزوجاتهم تساعدهم في العمل في الحقول وتساعدهم طبعا في البيت فده متسجل في الأنجلو ساكسن كرونيكل إن إحنا شفنا إن النساء كانت لها مكانة معينة ولها دور فاعل في المجتمع هل كانت بتنتمي لطبقات مختلفة أكيد عندي اللي هي الأريستقراطية وعندي اللي بتنتمي لطبقة اليوم اللي هما الميدل كلاس وعندي السليف اللي تحت خالص في قصيدة مشهورة جدا عند الديينز ظهرت طبعا وتكتبت في الأكاونت بتاع الأنجلو ساكسن كرونيكل المفروض إنها بتبين هذه القصيدة the three main social classes في المجتمع ده عندي نساء بتنتمي لطبقة الرقيق وزي ما قلنا إن دول ما بيبقوش بيعملوا أي حاجة غير العمل والخبز وكل ساري يعني كل اللي في البيت عندي اللي هي من الميدل كلاس والميدل كلاس اسمهم اليوم اللي من الميدل كلاس كانت بقى بيبقى مظهرها أفضل وكانت بتبقى لبسة حلي معينة وكان أهم حاجة في إدها السبيندل السبيندل اللي هو أداة غزل الصوف دي على طول اللي تمسكها دي من الميدل كلاس أو اللي هي الطبقة اللي أعلى من السليفز طبعا موجودة الأريستوكراتيك ومن اللي كانت بتبقى مهتمة جدا بإدارة البيت ودايما مهتمية بمظهرها وبلبسها وحليها دفنها كان بيقال أن أفضل ما لديهم يعني الأريستوكراطية أفضل ما لديها اللي من اليوم كلاس أفضل ما لديها السليف أفضل ما لديها بكل متعلقاتهم وكان بيبان من المتعلقات إلى أي طبقة تنتمي هذه النساء البيت إحنا كنا شفنا في المحاضرة اللي فاتت الساتلمنت وشكل الأستيت بتاعت الأنجلساكسن لكن الفايكينج هاوس هل كان بيختلف قال لي ما اختلفش كتير لا كان ريكتانجلر برضو بغرفة وجواها وجوا البيت فيه زي صحن كده هو اللي بيبقى مفتوحة عليه بقية الغرف السيدات معظم الوقت كانت بتقضي جوا البيت للعناية بشؤون البيت والأولاد مكانة المرأة مست ويمينز لايفز وير باوند باي هيرث ان هوم معظم السيدات من جميع الطبقات كانت العلاقة وثيقة ما بينها وما بين البيت بردو في مجالات اخرى زي الفلاحة ادي بقى اي اشياء كانت بتدفن مع المتوفاة كانت بتؤكد على المتوفاة بالتالي كانت التكنيكس بتاعة ادوات ادوات ادواتهم بسيطة ما هياش غالية ما هياش غنية ما هياش كتيرة زي الرومنز نفس الخمات الود والهورن والانيمال بونز هي كانت الاشياء دي وبالنسبة للاكواب كان برضو موجود البيكر او الهورنز ادي نموذج للأدوات اللي كانوا بيستخدموها في الشراب طيب يوم هم شكلوا ايه يوم بسيط جدا مفيش حرب فبنصح الصبح ما تبقى من طعام الامس بيكون هو افطار رجل البيت احنا بنتكلم على ما بنتكلمش على الاريستوكرات برضو الطعام ما هواش انكارجينج اوي مش مشجع الفارمر بيبتدي يأكل من اكل قديم جدا ولكنه سعيد ابنه في هذا صن ابنه بيطلع in order to work with him in the field اما لو كان عنده بنت فالبنت برضو ممكن انها تبقى في المنزل علشان تعاون امها طيب بعد الفطار اللي بيحصل زي ما قولنا بيطلعوا حصاد صيد دبح الحاجات اللي هي تعانهم على حياتهم وبالنسبة بالنسبة للسيدة اللي في البيت او السيدات والبنات بيعتنوا بامور البيت ويجهزوا الخبيث بتاعهم طيب في وسط النهار متعودين يبقى في حاجة اسمها الميت داي بريك ودي بتبقى مجموعة من الفواكه مع بعض المخبوزات ممكن ان هم يتناولوها طب لو هو صياد اكيد اكيد سيعود كل يوم لبيته محمل بما صاده يعني الفلاح هيرجع بحاجة من محصوله الصياد هيرجع بحاجة من اللي صاده and so on ف they lived a very simple life الفايكينج ويمين المفروض ان هم برضو كانوا بيهتموا بان هم يتقلدوا الحلي حتى لو هي فقيرة ما عندهش اي مشكلة انها تعمل من العظام اي شيء تتحلى به بنؤكد مرة اخرى على ان البيجن جريفز بروفايد بلانتي فول اركيولوجيك الافيدنس المقابر بتاعتهم زي حالنا النهاردة لما بيتم اكتشاف مقبرة فرعونية بتبقى كنز ملوش مثيل علشان بتعرفنا التاريخ وبتورينا حاجات ونعرف من خلالها معلومات كلها بتبقى مرشدة عن الفترة الزمانية دي أتمنى ان الكورس يكون interesting وأتمنى ان انا كون يعني قدمت شيء simple and straightforward and easy to grasp وصلنا لنهاية الكورس ولكن قبل ان نغادر هأؤكد على ثلاث حاجات في اخر الكتاب عاملة لحضراتكم extra exercises على six units يعني كان كل يونت وراها أسئلة أنا عاملة في الآخر زي ملحق كده صغير الأبنديكس المفروض اني في ست تطبيقات تطبيق على كل محضرة أسئلة بانسر كي six applications with answer كي بأؤكد وأشدد على ضرورة وأهمية مشاهدة The Vikings TV series on YouTube thank you very much hope you will do well go for your exam do your best and good luck